الريال الإيراني ينخفض إلى مستويات قياسية أمام الدولار خاصة بعد الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل. ولكن أيضا ما هي العوامل الأخرى التي تضغط على العملة الإيرانية؟ في البداية نشير إلى أنه في السوق غير رسمي تحديدا أصبح الدولار الواحد يساوي 705 ألاف ريال. وهذه مستويات متدنية جديدة يسجلها الريال الإيراني. ولكن نذكر أنه بالسوق الرسمية ومنذ العام 2018 تم تحديد سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني عند 42 ألف ريال مقابل الدولار الواحد. طبعا اليوم من العوامل التي تضغط على العملة الإيرانية هي احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران خاصة بعد الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل. إلى جانب طبعا انخفاض مبيعات المنتجات النفطية بسبب العقوبات الأمريكية. ولكن اليوم كما لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تضغط أو تصدر عقوبات جديدة على صدرات النفط الإيرانية. وهي توجه أكثر سياستها بالضغط على صدرات النفط الروسية. وبالتالي أيضا هناك عدة عوامل تضغط على العملة الإيرانية. ومن بينها ارتفاع ديون الحكومة الإيرانية. نذكر أنه بسبتمبر من العام 2023 ارتفعت الديون الحكومية إلى 61% وإجمال الاقتراض السنوي. وعنده 50 مليار دولار ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. واليوم طبعا هذه إشارة إلى أنه يتم زيادة في طباعة النقود من قبل الحكومة الإيرانية. وهذا بالطبع يشير إلى ارتفاع واستمرار ارتفاع تسجيل معدلات مرتفعة للتضخم. يشير بهذا الإطار أنه طبعا التضخم في إيران شهدت طلباته خلال شهر فبراير التضخم السنوي إلى 35.8%. ولكن طبعا يبقى هذا أو هذه النسبة تبقى مرتفعة. وذلك بسبب ارتفاع السعار المواد الغذائية والسكن. وبالتالي يبقى السؤال إلى أي مدى فعلا يمكن أن نشهد المزيد من الانخفاض على العملة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.